شكراً لكم 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 والله يعني في عندنا منافسة على مستوى عالمي حتى في الذهن يا رجل مثقفية نقدر نتكلم عن ثقافتهم ونعلمهم ايش عندهم وهما يكتشفون انه لا انا حصلت فيه مواهب على فكرة يعني كل ما تلف يعني يمكن كل واحد فينا حسب مجاله لما تروح لأكثر من منطقة طبعا هننا عارفين طبعا تقريبا عندنا حوالي 7 مناطق في السعودية كل منطقة لها تراثها ولما تجي تحتك في الجمعية الثقافة او بعض الناس بعيدة عن الجمعية بشكل خاص بالفنون او التمثيل او المسرع عندهم شغف وحماس عالي جدا بس يبغمين انه قلهم تعال فيمكن انه لا نتو بوشهم بقدر ما هي انه تأهلوا الثاني الغاية موجودة انما ما قدر يجي والله اليوم انا بصير ممثل لا سأهلك ودربك ولغة البديلانجوج ولغة الاي كونتاكت هو خلف الكواليس شي ممكن نسبة للمشاهد يشوف صورة فقط نهاية صورة لكن انت تتكلم عن اشي كثير انت لو ضاع علينا مسمار تبع الكاميرا حق الريقينج هذه مصيبة يا رجل ليه ثلاثة او اربع ساعات طيب انت ترجع للرياض ثلاثين دقيقة خمسة وارمعين دقيقة فالشي اللي يصير انا رسالة للمشاهد الشي اللي يصير خلف الكواليس شي عظيم سواء من الكادر الفني او الكادر الاداري ممثلين مخرجين الى حتى تي بوي يعني اتكلم لكم الكل قاعد يأدي مهام كبيرة ما تعلمناها تعلمناها بنفسنا واتجاهنا صار في ندوات دورات لكن نحتاج الى اكيديميات اعتقد لازم ولا اش لازم حتى احنا القدامى محتاجين هو اعتقد الحين خطوة خطوة لانه الحمد لله اول خطوة طلعت انه هو اتفاقية وزارة التعليم وزارة الثقافة هذه مرحلة رابعة انا كان من زمان اقول لازم كل مدرسة يكون فيها مسرح لانه الاطفال بالذات تطلعوا جيل جاهز عنده ثقب نفسه يقدر يعبر فلما توصل المرحلة الثانية اعتقد هما الحين صار في اكاديمية هذا هو الحكير مع مين موسيقى بدت واحدة الثانية الفعاليات الثانية ما عادروا فاضل عندنا المسرح فاضل عندنا اكاديمية المسرح والفنون واحدة من اهم الأشياء ترى المسرح من جايك في الكلام اعتقد فيه اللي هي فنون المسرح اللي في مدينة المناورة او جدة لازم واحدة فيهم على سنوية تأهل عفواً في أبهغ زي ما كانت غلطان اللي يتأهل بنية أساسية لخشبة المسرح كتمثيل وقد شفت لهم أكثر من حوار وقالوا لي تعال قلت له أنا صعب أني أطلع بالاستاب حق اللي هناك مش عافيش بس واجبنا عليه الزيارة وجاتني دعوة فعلا من مدينة المنورة لحين ذكرت اليوم كانت انه أطلع أسوي لهم روبرتاج تغطيلهم هي اللي أقول لهم هي أنه لما يكون عندك فقرة تغطية حتى لو هي عشر دقائق ترى يا جماعة الخير الموضوع هذا ياخد يوم كامل فلا تسلسلوا في الموضوع بحسبوية أطلع كده وصور خلاص وانت عارفين كلكم يحسب عشر دقائق خلاص لا ترى أصور لك مئة عشرين ساعة عشان دقائق حقيته كامل هذا واحدة من المواقف كامل في عندنا موظفة جديدة نورة يمسيها بالخير كنا شغالين على اللوكيشن من الساعة تقريبا أربع العصر خلصوا شباب الساعة تسعة الصباح عشر الصباح قالت هذا حق كام قلنا لها عشرين ثانية بس انه عشرين ثانية يا رجل ليه فيا تسلسل طيب تكلمنا عن دون الرمار على حين خلنا تكلم عن مواكبة الجيل أعتقد أنه زودوا تقولوني الرأي الجيل زي ما تفضلتم في عنده مواهب نشوفها ونتمنى أن نشوف مواهب أكثر في مجال التمثيل سواء مسرحي أو سينماي وكان في حلقة سابقة كنا استضفنا بعد الأخوات أنه لو ما عندك استعداد على خشبة مسرح فلن تكون جاهز للتمثيل السينماي لسبب ثقتك بنفسك على خشبة مسرح أقوى هي البداية حتى لما ترجع للهشتري للتمثيل عالميا أوكي انسى كلام من أخوك عامر صح أنه يقول لك إذا ما وقفت خشبة مسرح لن تكون عنده قوة إرادة وشخصية تتحمل الكاميرا أتفق فهذه هي أشكد نقول المسرح بداية ثقافة وهذا المتمنى أنه إن شاء الله نراه في القريب العاجل بإذن الله أحنا نقول أنه الجيل نرى في طموح عالي جدا في التمثيل بشكل عام والمسرح والسينما بشكل خاص كلمتك لهم قبل أن نودع لا أتمنى أنه سيكون في تطوير أتمنى بشدد عليها أكاديمية حتى لنا إحنا القدامة منحتاج حتى التنافس يكون في تنافس شريف كمان هينفتقدها اللي ما تعرفوا ترى اسمها مركب اسمها ليران ريفانا ليا ريفانا صحيح أيو فأنا حبيت أنه أعمل سوريز لك لأنه في كتير ناس يعرفها ريفانا هي ليا ريفانا ليا ريفانا وكان لها قصة طويلة هذي كان على الصد عبد الله أخطروا ريفان كسهولة يعني أسهل شو هذه من السيكرت اللي أنا أحب أنه يكون كل فيلم أو كل عمل ومن بعد يكون خلف الكواليس في لقاءات مع الموديد هذا أصغار هذا أشياء تميلة أصغار تميلة يعني إيش رأيك كيف تشوف والله شوف بالنسبة للنصيحة يعني خلني أقول لك لن أدعي المثالية أنا ماني يعني مرة من ضبط لكن نتكلم عن إذا تريد تكون ناجح نتكلم عن الانطباطية ثم خلك محترف احترافية وأحترم الشي اللي أنت قانت تسوي في المكان اللي أنت تسوي فهذه الأشياء اللي أتوقع اللي نحتاج نشوفها سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الشاشة يا الله يوفقهم آمين آمين الشباب متعطشين وأنا واحد منهم متعطش وإن شاء الله نغير لكم مستقبل إن شاء الله بإن الله أنا شاكر جدا وجوكم وشاركتم معنا سبع إبان الله يسعلي ونتمنى أن الرسولاتنا توصل بحيث أن نقدر نوصل لأكاديمية التمثيل إن شاء الله سما تفضلتي سواء الجدد أو القدامة أو السوق لأنه دائما في تطوير في مجال التمثيل كامهارات أو الشي هذا شكرا لكم يا طبي يعطيك العافية إلى الأمام صراحة المكان جميل والسيد جميل والبرنامج جميل شكرا لكم يعطيك العافية شكرا جزيلا شكرا لكم